هذه المنطقة هي الوسط التجاري لمدينة المكلة كبريات المراكز التجارية موجودة في هذه المنطقة في الأيام الاعتيادية هذه الشوارع تكون ممتلئة ومكتضة بالأهالي وبالمتسوقين الذين يأتون إلى هذه المنطقة لشراء احتياجاتهم لكن اليوم الوضع مختلف تماما فكما تشاهدون من خلفي الشوارع تكاد تكون شبه فارغة تماما وذلك بعد أقل من ساعة من دخول قرار حضر التجوال الذي أعلنه محافظ المحافظة حيز التنفيذ كما تشاهدون الشوارع خالية من المتسوقين وهذا يعطي دلالة واضحة على أن هناك نسبة استجابة عالية من قبل أهالي مدينة المكلة لهذا القرار الذي اتخذته السلطات ضمن إجراءاتها الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كوروناكو في 19 قوات الجيش انتشرت في شوارع المكلة لتنفيذ هذا القرار الذي أطلقه محافظ المحافظة هذه واحدة من خطوات عدة قامت بها السلطات هنا في محافظة حضر موت لكن أبرزها كان هو قرار حضر التجوال الجزئي الذي يبدأ من الساعة الرابعة عصرا وحتى الرابعة فجرا من يوم غدا الجمعة على أن تقوم السلطات في وقت لاحق بتحديد ما إذا كان هذا الحضر سيستمر لعدة أيام أو أسابيع أو ربما سيتوقف بكل الأحوال الأيام القادمة ستكون مليئة بالكثير من التطورات تجاه هذا القرار وما إذا كانت السلطات ستعمل خلال الساعات القادمة على إعلان تمديد هذا القرار الذي لا يشمل فقط مدينة البوكلة بل أيضا سيشمل جميع مدن ومناطق المحافظة ساحلا ووادي محمد اليزيدي لقناة بالقيس الموكلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر